في البداية حابين نتكلم عن إزاي تم تنظيم وبناء الممشى السياحي اللي هو يكون بيشمل كل الفعاليات وكل الخدمات موجودة عليه هو الممشى السياحي تبنى على يعني المتاح ليه كان 14 كيلو هو اللي اتعامل دلات 7 كيلو ومتاح 7 كيلو تانين هيبقى بطول 14 كيلو تمام وهو شغل على أن يعمل وجهة وجهة لكل مدينة العالمين يعني هيبقى اتماقصد لمدينة العالمين وعليه الممشى كم هائل من الكافيهات مصار للدرجات خدمات حمامات تمام يعني هو بصراحة بيوفر حاجات كتيرة جداً حداك تقول عليه أنه كمان أنه ما يكون فيه أمام الجمهورة مثلاً الحمامات ومسلاً ده حداك تقول في تحت كمان الممشى فيه متواجدة أيو تحت الممشى فيه حمامات آه وكمان هو الكافيهات والأماكن المتواجدة كلها على الممشى السياحي طيب إزاي شايف أنه ساهم الممشى السياحي في الترويج لمدينة العالمين الجديدة كمان الممشى السياحي ما شاء الله رب العالمين بقى محط مظهر الفترة دي وحضرتك قلتي احنا السنة الفاتح كان عندنا مليون زائر السنة دي عندنا اتنين مليون زائر وحضرتك ممكن لاحظت النهاردة الصبح على مدى كلمة كرية انا بقولك وانا جاي ساعة خمسة صبح الناس على الممشى يعني موجودة واطفال وأسر كاملة موجودة الناس دي كانت في الحفلة تمام حفلة عمرو دياب بقى آه بعد ما خلصت الحفلة كلها بقيت عندي على الممشى شوفيه كم الهاء اللي كان ده وبفضل الله بيتم إدارة الممشى بشكل محترم من نظافة من آه لايتات كهرباء من خدمات جمدة جدا بفضل الله موجودة على الممشى من لاندسكيب لا الموضوع عندنا منظومة كاملة بتدير موضوع الكافيهات بتكون مفتوحة اربعة وعشرين ساعة تقريبا اربعة وعشرين ساعة لخدمة المواطنية آه حضاية كمان بتقول ان في ممشى للدرجات ده مخصص ده طبعا ممتد الحد الاتناشر كيلو كمان هيكمل معنا الحد اربعتاشر كيلو احنا عملنا سبعة ولسه مكمنين سبعة تانية ان شاء الله رب العمي ان شاء الله قدامها ده ايه وقت حتى ينتهي منه هو آآ مرحلة تانية دي يعني شغالين فيها هم دلوقتي شغالين مستمرين فيها آآ مستمرين فيها لسه كنت باسعل حدايك هل الممشى هيكون مفتوح لان هو هيعدي على مناطق للأبراج ومناطق اخرى آآ كسيرة قلتلي الممشى هيكون مفتوح لكل المصريين وعلى مدار السبعتاشر كيلو آآ الاربعتاشر كيلو هو موجود ومفتوح لكل المصريين حقيقة صحيح